عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الخطوات الخاصة بمشروع إنشاء مجمع إنتاج السوداءش ومشتقاتها المقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة العالمين الجديدة وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله وعدد من الوزراء والمسؤولين أكد رئيس الوزراء على أهمية هذا المشروع الذي يسهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر عبر توفير احتياجات السوق المحلية من مادة السوداءش والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بهذه المادة وبالتالي إتاحة فرص للتشغيل